إِنَّا أَنْزِلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكِ اللَّهِ وَلَا تَكُمْ لِلْحَائِلِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ لِمَاهَا إِنَّ اللَّهِ كَانَ بَفُورًا رَحِيمًا وَلَا تُجَادِلْ عَمِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّامًا أَثِيمًا يَسْتَغْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَغْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَرُونِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مَهِيطًا هَا أَنتُمْ هَاءُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي حَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مِنْ يَكُونُ عَلَيْهِ مُفِيلًا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجْدِ اللَّهَ يَجْدِ اللَّهَ ضَفُورًا رَّحِيمًا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجْدِ اللَّهَ ضَفُورًا رَّحِيمًا وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّهَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهُ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمٍ حَكِيمًا وَمَنْ يَكْسِبَ خَطِيئًا أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدْ احتَمَلَ بُهْدَانًا وَإِثْمًا مُهِينًا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتضاء أرضات الله فسنفرتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ورصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا تعيدا إن يدعون من دونه إلا لها فنور ومن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولو ضلنهم ولألمينهم ولآمرنهم فلنبتكن آثان الأمعام ولآمرنهم فلنغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم وينمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا قرورا أولئك فألا هم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين أعلموا وعلموا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمان لكم ولا أمان أهل الكتاب من يعمل سوء أن يجس به ولا يجد له من دون الله وذي يوم ولا مصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أمثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون لنخيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حليفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتانك في النساء قل الله افتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب فيتان النساء إلا تيلا ترطون هنما كتب لهم وترغبون أن تنكفوهم وترغبون أن تنكفوهم والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتاها بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو نعواضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتكوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرستم فلا تهيلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان بفورا رحيما وإن يتفرطا يغن الله كلا من سعته وكان الله آسع حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد أصلنا الذين أنتم كتابا من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشاء يذهب لكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرا والآخرا وكان الله سنيعا بصيرا يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالكست شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين من المقربين إن يقن من غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهواء أن تعدلوا وإن تلووا أو تعردوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ألهاكوا التكافر حتى زرتهم المطابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليكين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألهم يومئذ لتسألهم يومئذ عن النعيم ثم لتسألهم يومئذ عن النعيم وإنه يومئذ عن النعيم ثم يومئذ عن النعيم وعنده في نوع يومئذ عن النعيم